السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي مهندسين ودكاترة المستقبل أهلا وسهلا بكم النهاردة في تدريب من كتاب الأضواء صفحة 21 والتدريب على اللام الشمسية واللام القمرية والهاء والتاء اللام الشمسية هي التي اللام القمرية هي التي تكتب وتنطق واللام الشمسية تكتب ولا تنطق يقول لي هنا أول مثال معانا يهتم المعلمون بتربية النشاء ميز نوع في كلمتي المعلمون والنشاء هو مش عطيني تشكيل اللام القمرية بتبع عليها سكون واللام الشمسية بيبع الحرف اللي بعد اللام ده بيبع ديه شدة بس هو مش عطيني تشكيل خالص طب أعرفها ازاي اللام احفظ جملة ابغي حجك وخاف عقيمه أي حرف هيجي بعد اللام من الحروف ديه هتبق قمرية تم مجلش أي حرف من الحروف ديه هتبق اللام على طول وانت مغمت شمسية طيب كلمة المعلمون دي الحرف اللي بعد اللام حرف ايه حرف الميم موجود في الكلمة دي ايوه هو موجودها طيب طيب اللي جابة الاولى معايا الاولى قمرية والثانية شمسية هي الاولى قمرية فعلا والثانية شمسية يبقى الاولى ديه هي الصحيحة طيب الاولى شمسية لا غلط. والثانية قمارية غلط. كلتهما القمارية غلط. كلتهما شمسية غلط. طيب. كلمة نهوض. بيقول نوع l-woo بالكلمة. l-woo دي أصلية ولا زائدة في الكلمة ولا نحها ايه بالزبط? بيقول لأصلية هي من أصل الكلمة. احنا لو حذفنا l-woo دي هتمشي الكلمة ولا هتبقى غلط? لو حذفت l-woo هتبقى نهض عادي صحيحة? يبقى هي مش أصلية. حرف عطف? لا مش حرف عطف. مش بتعطف على حاجة. زائدة يبقى هي زائدة. علامة رفق غلط. لان الكلمة هنا متجمع مذكر ساري. اختلاف النهاري والليل ينسي. اذكرة لي الصبا واياما انسي. نوع فيما تحتها خط اللي هي في كلمة الليل والصبا. هنكتب جملة ابغي حجكة وخفع قيمة. نشوف بعد اللام في حرف منها? لأ ما فيش ده حرف اللام. يبقى الحرف ده. حرف اللام ده من الحروف الشمسية. توصاد برضو من الحروف الشمسية. يبقى هنا الاجابة الاولى قمراء غلط. الاولى شمسية والده قمراء غلط. كلتهم قمراء غلط كمتهم شمسية هي الاجابة الصحيحة. كلمة شاطئ. الهمزة في الكلمة علي الياء. ايوه هي محطوطة علي بنسبب ان الحرف قبلها شاطئ الحرف قبلها مقصور مقصورة يبقى بسبب ان الحرف قبلها مكسور. مضموم غلط ساكن غلط مفتوح وغلط. يبقى الهمزة في الهمزة المتطرفة بترسم على اليأ ازا كان ما قبلها مكسور. ترسم على اليأ. طب ازا كان ما قبلها مضموم ترسم على الواو. ازا كان ما قبلها مفتوح ترسم على الالف. ازا كان ما قبلها ساكن بترسم على السطر. طب حدد سبب كتابة الهمزة على السطر. في كلمة المرؤة. من بين البدال. الهمزة هنا في المروءة التي رسمت على السطر. طب المروءة دي في الهمزة بتاعتها ايه? مروءة. يبقى الهمزة مفتوحة. الهمزة مفتوحة وقبلها حرف علة اللي هو حرف الواو. مفتوحة وقبلها حرف علة ساكن صح. ده اول الجابة دي صحيحة. ساكنة. ده هي مساكنة وقبلها حرف مد غلط. مفتوحة وقبلها حرف ساكن. الواو هي الواو مفتوحة قبلها. مضبوعة قبلها حرف مفتوح غلط. يبقى مفتوحة وقبلها حرف علة ساكن. عشان كده رسمت على السطر. ميز سبب كتابة الهمزة على نبرة في كلمة يلتائم. يلتائم. التائم مفتوحة قبلها مفتوح وهي مكسورة. يبقى اقول له مكسورة بعد فتح صح. اقول الجابة ده صحيحة. ما قبلها مكسور غلط. ما قبلها ساكن غلط. مفتوح غلط. مكسورة بعد فتح. الكلمة التي بقى حرف التاء اصلي. ابيات هي حرف التاء هنا اصلي. مفردها بيت. فالتاء اصلية. هنا دي جمع عناية. وده جمع مؤنث سالم. زيادة. اشرقت. علامات. ده جمع مؤنث سالم. دي بالابيات هي التاء اصلية هنا. حدد الكلمة المتصل بها ضمير هاء الغائب. يعني الهاء دي زائدة مش من اصل الكلمة. كلمة يوجه الهاء اصلية. لو حشت الهاء تبقى يوجه غلط. يتشابه الهاء اصلية لو حشت الهاء تبقى يتشاب غلط. يشبه الهاء اصلية. يهبهو. يهبهو دي يهب. الهاء منش اصلية هنا. يبهو هنا هاء ضمير. اعتماد تلميذة متفوقة. اعتماد دي اسم واحدة. كنت بيت الهمزة هنا همزة قط. اعتماد المؤمن على الله لا يخيب. اعتماد هنا صفة. المؤمن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. الكلمتان الاتين تحتهم خط. الاولى همزة وصل. لا الاولى هنا قط. عشان اسم شخص. والثانية قط غلط. يبهو الاولى قط. هي الاجابة صحيحة. والثانية وصل. يبهو الاجابة دي. فبكنا نكون خلصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.